أهلا بكم من جديد نفذت مصلحة السجون فجر اليوم حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أشخاص ودين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق وترجع هذه القضية إلى سبتمبر عام 2013 حين سقط اللواء فراج بعد إطلاق الرصاص عليه أثناء اقتحام مدينة كرداسة وذلك على خلفية مقتل 12 من ضباط وأفراد الشرطة في قسم كرداسة بذلك الوقت وقضت المحكمة في 2014 بإعدام 12 متهما إلا أنه بعد النقد وإعادة المحاكمة اقتصرت الأحكام النهائية في يناير 2018 بالإعدام على ثلاثة أشخاص وتأتي هذه الإعدامات بعد أقل من أسبوع من تنفيذ أحكام الإعدام بقضية مقتل نجل المستشار وهو ما أثار انتقادات حقوقية محلية ودولية طالبت بالتأكد من توفر ضمانات المحاكمة العادلة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان مساء الخير وأهلا بك أستاذ شريف يعني بداية هذه الأحكام مرتبطة بقضايا تتعلق بالإرهاب أو تتعلق بالهجوم المباشر على مراكز الشرطة ومع ذلك تسار الانتقادات من حولها يعني هل يبدو أنه في لبس في الموقف هنا أم أنه ربما عدم الثقة اليوم بالنظام القضائي في مصر جعل من هذه الأحكام محل تساؤل رغم أنها مرتبطة بقضايا أهداء إرهاب وجرائم مباشرة مساء الخير وزليان أهلا بحضرتك بالتأكيد يعني إحنا بنأكد إدانتنا لهذه الأحداث ومقتل عدد من أفراد الشرطة في كرداسة لكن ده في الحقيقة لا يمس موقفنا من إلغاء عقوبة الإعداء يعني أنا أرى أنه لابد أن تلاجع الحكومة المصرية منقفها من هذه العقوبة خاصة في ظل حالة التوتر السياسي من 2013 حتى اليوم وفي ظل كمان أن هذه العقوبة تمث بالحق في الحياة وهناك اتجاه دولي من خلال قرارات الجميع العامة الأمم المتحدة بإلغاء هذه العقوبة والعهل الدولي حول مدنية والسياسية أكد على أن فرض هذه العقوبة في الجرائم الأشد خطورة وضع معيار هنا وهناك برتوكول دولي ملحق بعض بهذا العهد الإلغاء عقوبة الإعدام كما أنه من المفترض أنه في حالة التوتر السياسي ومنها حالة الإرهاب بشكل ما أو بآخر وكمان أنه في حالة تحفيز إعلامي وضد المتهمين ومن الممكن أن يكون هناك دوافع انتقامية ضد بعضهم بالإضافة للحضر الذي قلت له أنه ضمانات المحاكمة العديلة هل تتوفر في مثل هذه المحاكمات ومثل هذا المناخ الذي صدر فيه عدد كبير من التشريعات بتمس الحق في هذه الضمانات منها قانون مكوحة الإرهاب الذي صدر في 2015 حالة الطوارئ لأنه كمان هذه العقوبة تفرض في 70 جريمة من قوانين العقوبات منها الجرام التي تتمس بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل فبالتأكيد هناك ملاحظات لنا كحقوقيين على مثل استمرار هذه العقوبة نحن نتكلم من أسبوع واحد في ستة من الذين نفذ عليهم حكم الإعدام مصر في السنوات الأخيرة تصدر أحكام كبيرة بعقوبة الإعدام في 2017 مثل صدر البرعمية واثنين حكم نفذ منهم 35 حكما في 2018 تقريبا نفذ حكم الإعدام طيب رغم كل هذه الملاحظات والانتقادات المحلية والدولية والشكوك حول نظام التقادي اليوم في مصر تنفذ مصر ستة أحكام إعدام في أقل من أسبوع ما هي الرسالة التي ترسلها للداخل والخارج؟ في الحياة مثل هذه الأحكام تصير انتقادات دولية مختلفة على مستوى منظمات حول إنسان غير الحكومية وفعلا عدد منها أصدر بيانات وتقارير يدين تنفيذ هذه العقوبة بالإضافة أننا في مصر أيضا عندنا مراجعة دورية لملف حول إنسان في نهاية 2019 أمام مجلس حول إنسان وكننا التزامنا في 2014 برضو أمام المجلس كان فيه توصيات كثيرة بإلغاء عقوبة الإعدام لم توافق للحكومة المصرية لكن أنا أظن أن الوقت متاح حاليا أعدت النظر في هذه العقوبة أو حتى على الأقل إعلان وقف اختياري لتنفيذ هذه العقوبة لحين عمل حوار مجتمعي بين المشرع وبين الطرف الحكومي وبين منظمات حول إنسان برأيك النظام المصري نعم أستاذ شريف برأيك النظام المصري رغم كل هذه الانتقادات والمعايير التي تحدثنا عنها ما زال ينفذ هذه الأحكام الرسالة التي يرسلها النظام المصري إن كان للداخل المصري أو للخارج برأيك الرسالة غير مهتمة مثل هذه الانتقادات ويركز على أن علاقاته مع الدول الكبرى التي تكون فيها الجزء الاقتصادي هو الغالب لتلافي أي انتقادات خاصة بملف حول إنسان وده ظهر في اللقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون منذ شهر تقريبا وحتى العلاقات مع الحكومة الأمريكية يعني يراهن على أنه على تراجع ملف حول إنسان من قبل الدول الكبرى وبالتالي أنه مش هيكون مؤثر أمام الجميع العامة والمتحدة وحتى مجلس حول إنسان لكن أظن أنه الانتقادات المتزايدة حتى على مستوى الجلل الحكومي أنا رأيي سوف تكون مؤثرة بشكل كبير وهذا هنشوفه في مجلس حول إنسان في المراجعة القادمة بالتأكيد هيكون فيه انتقادات مستمرة مش بس العقوبة الإعدام لملفات كتير في التعامل مع منها تعامل مع المجتمع المدني والمنظمات الحقية والحق في التنظيم يعني كثير من الملفات فيها ملاحظات كبيرة في ملف حول إنسان بالتأكيد شكرا لك الأستاذ شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان